يعني مرادة في القورنج يعني إن شاء الله إليها علاقة بالقالون يعني شنو هذا أورنج يعني هذا بلد الأحجائب نحن دي نشوف كلمات يعني صح سامعينها بس عجبوا إذا نحشيها هي تطحية لن نسلم معنا ماكو بلد ما بي ناس ما متعلمة وماكو بلد ما بي ناس أميين وناس بسيطة وعلينيتهم اللي دي نشوف اللي دي يصير هالأيام بعض القنوات الفضائية وبعض مشاهير اليوتوب يسلطون الضوء على الناس اللي ما متعلمون ويتقصدون يروحون يسألوهم أسئلة باللغة الإنجليزية ويعرفون فترتهم أنه رح يجاوب بأجوبة يعني خارج الموضوع وما لها أي علاقة بالكلمة اللي يسألو عليها المشكلة بينا أنه إحنا نحب على مود كم لايك وكم مشاهدة نحصلها نقلل من شأن المقابل يا أخي الإعلام العراقي اللي وان يريد يوصل ما كو بلد بالعالمي إعلامه ينزل من مستوى البلد أنت مو بس قاعد تضر البلد أنت قاعد تضر شعب وأمه عمرها أكثر من أربعة آلاف خمشة آلاف سنة يعني لي وين نريد نوصل بالعكس إحنا مفروض نطلع نبين إيجابيات البلد نبين العراق لي وين واصل بالإعمار لازم نبين إيجابيات الشارع العراقي لازم نبين طيبة هالناس اللي قاعد يتروحون تسألوهم مو أروح أنتقص من شخصك وأحاول أحرجه قدام الكاميرا أخليه يطلع يتفلسف يطلع كلام من عندما إلى أي واقع فالله هالله بشعبنا العراقي بالعكس لازم إحنا نكون صورة طيبة أمام العالم كلية لازم نحاول نجذب العالم من هذا البلد إحنا لازم نساهم بناء مجتمع فاهم مو ننتقص من المقابل تقبلوا تحياتي اشتركوا في القناة شكرا